موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر المستهل بالشأن الطاقوي حيث احتلت الجزائر المركز الأول عربيا من حيث والاكتشافات النفطية والغازية الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارية حسب ما أفادت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أواباك وأوضحت المنظمة في تقرير ورد في نشريتها الشهرية أن الجزائر سجلت منذ مطلع العام الجارية وإلى غاية نهاية أود أغسطس الماضي سبعة اكتشافات جديدة تشمل أربعة اكتشافات نفطية وتلاثة اكتشافات غازية وخلال الثلاث الثاني من العام الجارية سجلت الدول والأعضاء في أواباك ثمانية اكتشافات جديدة أربعة منها في الجزائر وأربعة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسبا للعقادة القمة العربية بالجزائر في غرة نوفمبر تشرين الثاني الداخل تتطلع الشعوب العربية لقمة جامعة للشمل العربية ومن دولة الكويت الشقيقة يشيد الكويتيون باحتضان الجزائر بلد الشهداء للقمة التي يرفع فيها إرهان والخروج بقرارات عملية للالتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى آمالي وطموحات الشعوب العربية لمجابهة تحديات الراهن والله توجه الدولة منذ القدم تجاه عربي تام بالذات القضية الأولى القضية الفلسطينية لأن العرب كلهم أخوة لا بد أن نتكاتف للم الشمل وهذا المطلب قضية الفلسطينية هي قمة الشعب المسلم الواحد العربي العصيل وهي القضية الشاغلة للجميع حقيقة المسلمين عامة وإن شاء الله تعالى نشوف تطور قادم وأجمل من ناحية القضية الفلسطينية نملك النفط ونملك التربة ونملك الأيد الآملة ونملك المال ونملك الهمة وهذا إذا اتحدوا رح يكون فيه اكتفاء ذاتي ومن جهته ثمن المفكر والمحلل السياسي العربي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية إدماند غريب خلال ندوة فكرية ثمن جهود الجزائر في لم الشم العربية معربا عن أماله في أن تتمخض قمة الجزائر عن مخرجات إيجابية لأهم الملفات المطروحة وتحريك آليات تعاون العربية لإيجاد حلول لمختلف الأزمات العربية القائمة تمهيدا لإعادة دفعيل التنسيق والعمل العربي المشترك المتابعة لخلدة حجلل ضيف الجزائر الإعلامي إدماند غريب ومن منبر مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة منح الحضور قراءة متأنية لخطوات الجزائر في المنطقة العربية والدولية جهود يقول الإعلامي أفحت نتائجها إيجابية وتسجل في التاريخ الجزائر قد تكون البلد الوحيد والقيادة الوحيدة التي تستطيع أن تحقق مثل هذه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وأمل طبعا يجب أن ننتظر لنعرف النتائج على المدى البعيد ولكن أعتقد أن هذه بداية مهمة ورمزية وخاصة أنها تأتي من الجزائر وذلك أيضا لأن هناك طبعا موقف يعني مواقف معروفة تاريخية ارتباطات قوية بين الجزائر والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني أيضا يقدر الموقف الجزائر كما قد تقدره أيضا الكثير من الشعوب العربية الأخرى في دول عربية مختلفة ومن هنا تأتي أهميته في هذه القمة أيضا الاستثنائية لأنها هي الأولى منذ سنوات إدموند غريب أكد أيضا أن القمة العربية بالجزائر تمنح القيادات العربية فرصة لتوحيد المواقف أولم الشمل العربي الجزائر كما قلت لها رمزية تاريخية مهمة جدا والجزائر في قلوب كل العرب والأفارقة ولذلك أعتقد أن هذه هي الفرصة أساسية للقيادات العربية لكي يعملوا مع بعضهم للتفاهم لتوحيد المواقف مساعي الجزائر لحلحلة الأزمات بالعالم العربي مع المزيد من التنسيق والتعاون هي مواقف تابتة تؤكدها الجزائر من جديد من خلال مخرجة قمة الجزائر لما اليوم نجد النخبة العربية موجودة في الجزائر ونخبة النخبة البروفيسور إدمار غريب موجود معنا تلميل جبران خليل جبران اليوم وجوده معنا دليل عن أننا نحن في الاتجاه الحقيقي لأن وحدة الرؤية تزيل الانقسامات وتوحد القوى وتوحد الشتاء قمة الجزائر نحن تأكدنا الآن بأنها تقريبا نجحت لأن نوعية الحضور ستكون قوية وقوية جدا المواضيع المطروحة في جدوى الأعمال ستكون قوية وقوية جدا أيضا الدبلوماسية الجزائرية لعبت أدوارا مهمة تؤكدها النتائج والمؤشرة على أرض الواقع وللمي الشمل العربي اليوم هنا بالجزائر تفعيل لهذا العمل العربي المشترك في موضوع آخر استقبل أمس مستشفى أدوارا بالعاصمة عددا من الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات متفوتة الخطورة في حادث انفجار الغاز بمحطة الوقود بولاية المنيعة وكذا الحوادث التي وقعت جراء تسربي غازي المدينة بولايتين البوليدة والصطيفة هذا فيما تسهر المصالح الطبية بالمستشفى على التكفل الأمثل بالمصابين وبخصوص حادث انفجار الغاز بولاية الصطيف الذي خلف إصابة شخصينية بجروح وخسائر مدية معتبرة يعلم النائب والعام لدى مجلس قضاء الصطيف الرأي العام بفتح تحقيق حول أسباب الانفجار ومدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للانفجار وفيما يخص انفجار الغاز الذي وقع صباحة أمس بأحدى الشقق السكنية ببوفريك بولاية البوليدة وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة تنقل النائب العام ووكيل الجمهورية إلى عين المكان رفقة مصالح الأمن الولائية فور وقوع الحادث وأعطى تعليمات بفتح تحقيق معمق للوقوف على ظروف وملابسات الانفجار كما أمر بالتحديد جميع المخالفات والمسؤوليات فيما يخص الإهمال وعدم صيانة الأجهزة والمعدات والمنشآتية التي تستوجب تفادي وقوع مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم في قطاع الأشغال العمومية تفقد أمس وزير والأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ بولاية بشارة عديد المشاريع التابعة لقطاعه منها مشروع زواجية الطريق الوطن رقم 6 الرابط بين بني والنيف وبشارة ومشارع إنجاز خزاني ماء لتزويد الساكنة بالمائية الشرب المتابعة لجودة بابحمد عرف قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية حركية نوعية بولاية بشار هذه السنة لعل أبرزها ازواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بني والنيف وقرية ود الخضر بغلاف مالي قدر بحوالي 60 مليون دينار جزائري ولأجل رفع الغبن عن ساكنة وداية بشار وضمان تزويدهم بالماء الشرب يتم حالياً إنجاز خزاني ماء تابعين لمشروع بوسير واحد واحد بسعة 15 ألف متر مكعب بلغت نسبة الإنجاز به 75 بالمئة وآخر بسعة 20 ألف متر مكعب بلغت نسبة الإنجاز به 80 بالمئة كانت دراسة في تحويل مياه من بني والنيف تجور إلى بشار من منطقة القطراني وهذا رح يخلينا نستفاد من 81 ألف متر مكعب يومين هي المشروع في حفر أبارس 20 بئر وهو بعد على حوالي أكثر من 200 كيلومتر 213 بالتدقيق ومحطة دخل المياه هذا رح يخليه يكون ارتياحية تامة في هذا الميدان في ميدان توزيع مأشر من شاء الله هذا في انتظار انطلاق مشروع القطراني لتحويل المياه من حقل القطراني إلى بشار على مسافة 213 كيلومتر والذي سيسمح بتزويد ساكنة بشار بـ 80 ألف متر مكعب ما يقضي نهائيا على مشكلة الماء بالولاية وفي قطاع السياحة وبغرض تعزيز قدرات الصناعة التقديدية بولاية خنشلة تدعمت بلدية بابار بمشاريع تكملية منها إنجاز مركز لدمغ السجاد عبر برنامج خاص توله السلطات العدية اهتماما كبيرا المتابعة لريضا تبرمسين جبال وطبيعة ساحرة تزخر بها خنشلة لتجعل منها مقصدا سياحيا بامتياز انطلاقا من السياحة الجبالية فالتاريخية فالحموية وصولا إلى الصناعات التقليدية كلها كنوز وجب الاستثمار فيها اليوم ببابار وضع حجر أساس لمركز دمج السجاد هذا المركز نعم هذا المركز شوهو فيه راح يكون ان شاء الله قائم ويكون مركز حي راح يكون فيه هناك بزاتوليه ويجهز بسديات ويكون ان شاء الله مركز اللي راح يلعب دور كبير في النهوض بزربية بابار مشاريع توزيعات اخرى انطلقت لتعزيز طاقة السيعاب قصوى أمام التدفق الطردي للسياح كما هو الحال بالنسبة لشالهات الشيليا والمركب الحماوي حمام الصالحين وكذا حمام الكنيف الفريد من نوعه في إفريقيا زوايا الأربعة لولاية خنشلة متكفل بها سواء من ناحية السياحة الجبالية وسياحة المغامرات من خلال منطقة تشيليا المحطة المناخية اللي راح نفتحولها ننهيئوها ونفتحول مسالك على مستوى بلدية أو دائرة بوحمامة صرح كما هذا حمام الكنيف اللي تم اكتشافه وبناءه في سنة 1905 أكثر من قرن من وجوده يعاد الاعتبار له ويعاد تأهيله ان شاء الله بالمجمل هي مشاريع تكميلية تهدف إلى تعزيز قدرة خنشلة السياحية والتي بإمكانها أن تكون رافضا لولاية تتنفس السياحة طوال فصول السنة أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي بولاية بن عباس على فتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الرابعة والعشرين التظاهرة ستشهد تنظيم المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وتكريم ثلاثة فائزين من كل فرع في ختام هذه الفعالية الدينية التطيئة لعبد النور هامل الطبعة الرابعة والعشرون للأسبوع الوطني للقرآن الكريم احتضنت فعالياتها ولاية بن عباس المشاركون موزعون عبر ستة فروع لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وكلهم أمل في تحقيق اللقب أرجو من الله أن تكون هذه الطبعة في أحلى وفي أبهج حله وأرجو من الله العليه القادر أن يسددنا ويوفق خطانا أنا متسابقة من ولاية ولاة جلال من المحوة الأمية جيت لولاية بن عباس متسابقة في القرآن الكريم شاركت اليوم في الأسبوع الوطني في طبعتها الرابعة والعشرين ومثلا ولاية المسيدة استظهرت على جلال التحكيم إن شاء الله نكون من الموفقين شيء الذي يميز هذه الطبعة مرة ثانية وهو زيادة فروع المسابقة القرآنية أضفنا فرع محو الأمية وفرع النساء وفرع القراءات القرآنية لتصبح فروع المسابقة القرآنية الوطنية ستة فروع الهجرة في القرآن الكريم الوفاء للأوطان عمل وإيمان هو شعار الملتقى العلمي الذي يؤطره ثلة من الدكاترة والأئمة والمشايخ ذمن الأسبوع الوطني للقرآن الكريم هذه السنة خصصناه لحديث عن الهجرة في القرآن الكريم تناسبا مع ذكرى 17 أكتوبر التي أحيينا وقفتها أمس في كل تراب الوطني بأمر من السيد رئيس الجمهورية ميزها أيضا هذه الطبعة حضور مجموعة من الأئمة ممثلين لإخوانهم في مسجد باريس الكبير وكلمة قصيرة على كل حال من عميد مسجد باريس مشكورا الذي يمثل حلقة الوصل بين الجزائر الأم وبين أبنائها الموجودين والذين يتوقون إلى خدمة القرآن ويتوقون إلى تاريخ الوطني تاريخ الجهاد تاريخ الشهداء وتاريخ الأمة الجزائرية فيما ستشهد هذه التظاهرة الدينية تكريم ثلاثة فائزين من كل فرع في ختام هذه الفعالية الدينية دوليا في شعن الصحراوي شرع أمسي الرئيس والصحراوي إبراهيم غالية شرع في زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نظره الجنوب إفريقي سيريل راما فوزا فبعد مراسم الاستقبال الرسمية أجرى الرئيسان محادثات على انفراد تناولت مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك الزيارة تنتج في سياق تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين التي تعود إلى سنوات طويلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بلدة يعبد والقورة المجاورة لها واستولت على كاميرات مراقبة ونصبت حواجز عسكرية جنوب غربي جنين كما نفذت حملات تمشيط وتفتيت واسعة شمال شرقي المدينة من جهة أخرى رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيانة الصهيونية معتبرة القرارة تصويبا إيجابيا لموقف أستراليا بما ينسجم مع القانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية بالشأن الفلسطيني نختم هذه النشرة نلتقي على رات الساعة في نشرة مفصلة السلام عليكم اشتركوا في القناة